السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو نشوف الصفحة اربعة وتمانون من درس القسمة الاقليدية واحد. اجزرسيس سيس اجو في غرفيك سنك ميل نافسان كارونتويت ايقال سوسونتكات فو كتر واندوز بلي سوسونت. ممكن المطلوب بنا هو نبينه بانه خمسة آلاف وتسعمائة او تمانية واربعون تساوي اربعة وستون مضروبة في اثنين وتسعون زائد ستون. ندر ننجزو العماليات ثم نتأكده. ندر ناخده اربعة وستون مضروبة في اثنين واتسعون. اثنان مضروبة في اربعة تساوي تمانية. ثم اثنين مضروبة في اتنى عشر. ما اضع النقطة. تسعة مضربة في اربعة ستة وتلاتون اضع ستة واحتفظ بثلاثة تسعة مضربة في ستة اربعة وخمسون زائد تلاتة سبعة وخمسون. نبقى معمليات الجمع تمانية زائد سفر تمانية اتنين زائد ستة تمانية واحد زائد سبعة تمانية ثم خمسة. نساوي خمسة آلاف وتمانمائة وتمانية وتمانون ثم انضفها لها ستون اذا خمسة الاف تمانمائة وتمانية وتمانون زائد ستون تمانية زائد سفر تمانية تمانية زائد ستة اربعة عشر اكتب اربعة واحتفظ بواحد واحد زائد تمانية تسعة ثم خمسة زائد سفر خمسة هنا التساوي خمسة ألف تسعمية وثمانية واربعون سنكمل نفصان قارنة ويت دونك وجدنا بإننا المتساوية صحيحة بي سنبزي لديزيون إكليدين جو دون لكوشيون أنتية ورسد دو لديزيون إكليدين دو سنكمل نفصان قارنة ويت قاتروفاندوز دوك هنا المطلوب هو بدون إنجاز عملية القسمة نجدو لكوشيون أنتية الخارج الصحيح بالنسبة للقسمة خمسة آلف وتسعمية وثمانية واربعون على اتنين وتسعون وكذلك نجدو لغاست أي الباقي دون غدي نرجع لهذه المتساوية اللي هي المتساوية المميزة للقسمة الإقليدية دون فكنعرف بأنها هذا العدد وهو المقسوم أربعة وستون مضروبة في إذن هناك يكون عندنا بين قوسين عندنا المقسوم مضروب في الخارج ثم يبقى عندنا الباقي إذن هنا بغاولنا خارج بقسمة خمسة آلف وتسعمية وثمانية واربعون على اتنين وتسعون إذن ف آآ الخارج غيكون عندنا هو أربعة وستون بما أننا عرفنا أن آآ هاد العددين كيكون عندنا المقسوم عليه هو الخارج عندنا المقسوم عليه هو إذن هناك يكون عنده سأخذنا الخارج هو أربعة وستون إذن هناك يكون لك وكثيرا إذن هناك وشاعر إذن هناك وشاعر إذن هناك يكون لك وكثيرا وكثيرا خارج قسمة خمسة آلاف وتسعمائة وتماني واربعون على أربعة وستون وكذلك الباقي. إذن دائماً غدا نرجع القسمة. آآ آآ فهنا نرجع المتساوية المميزة للقسمة الإقليدية اللي هي هذه. إذن دائماً قلنا كيكون عندنا آآ الضرب ديال المقصوم عليه هو الخارج. بما الخارج هو الكوشيون. نكتبو الكوشيون اي كاترون دوز. لغسيون توجوه اي سوصنة. دونك بنسبال بي وجدنا الكوشيون اي سوصنة كاترون سوصنة. بنسبال سي الكوشيون اي كاترون دوز. اي لغسيون سوصنة. ثم تمرين سبعة. طوليبان من تلمي دين انجاز قسمة عدد صحيح طبيعي على تمانية وخمسون. فكتب بعد الانجاز خارج القسمة هو ثلاثة وتمانون. لكنه نسي كتابة الباقي. ألف. اكبر قيمة يمكن ان يأخذها الباقي. ثم اصر قيمة يمكن ان يأخذها المقصوم علي. المقصوم. عفوا. ننفى بنسبال تلمي طلب منه احد طلب منه قسمة عدد صحيح على تمانية وخمسون. فعطى خارج هاد القسمة ولكن الباقي نسى ما اكتبوش. هنا عدنا آآ نحدد اكبر قيمة يمكن ان يأخذها الباقي. اذا اكبر قيمة اللي يمكن لنا ناخذها او لا يمكن لها الباقي ياخذها هي المقصوم عليه. ناقص واحد. اذا المقصوم علينا هو تمانية وخمسون. نضعو تمانية وخمسون ناقص واحد. اذا اضفنا تمانية وخمسون. اذا فقد نوجدو الخارج اكبر من ثلاثة وتمانون. اذا غد نوجدو اربعة وتمانون. لكن باش يبقى عندنا الخارج نفسه وهو ثلاثة وتمانون. اذا فاكبر قيمة فهي المقصوم عليه. نقص منه واحد. اذا فهوكي ساوي سبعة وخمسون. ثم اصغر قيمة يمكن ان يأخذها المقصوم هي. اذا اصغر قيمة هي العدد اللي غد نقسمه على تمانية وخمسون يكون عندنا الباقي يساوي الصفر. اذا فالمقصوم هيكون هو المقصوم عليه لهو تمانية وخمسون مضربة في ثلاثة وتمانون. نكسبه في ورقة. اذا اصغر قيمة يمكن ان يأخذها المقصوم هي المقصوم عليه مضرب في الخارج. اي تمانية وخمسون مضربة في ثلاثة وتمانون. اذا نقوم بانجازة العملية. اذا تمانية وخمسون مضربة في ثلاثة وتمانون. ثلاثة مضربة في تمانية تساوي اربعة ويشرون. اضع اربعة واحتفظ باثنين. ثم ثلاثة مضربة في خمسة خمسة عشر. زائد اثنين سبعة عشر. ثم اضع نقطة. تمانية مضربة في تمانية اربعة وستون. ثم اربعة واحتفظ بستة. تمانية مضربة في خمسة. اربعون زائد ستة ستة واربعون. ثم اقوم عملية الجمع. اربعة سبعة زائد اربعة احدى عشر. ثم واحد واحتفت بواحد. واحد زائد واحد اتنان زائد ستة تمانية. ثم اربعة. دان اربعة الاف وتمانمائة واربعة عشر. دان هذا هو اكبر قيمة يمكن ان ياخدها المقسوم وهي اربعة الاف وتمانمائة واربعة عشر. ثم نمر التمرين تمانية اشترى شخص شقة ثمانها اربعمائة وخمسة وسبعون الف وخمسمائة درهم. دفع مبلغا قدره خمسة وعشرين الف وخمسمائة كتصبيق والباقي على شكل دفعات شهرية لمدة مئة وتمانون شهرا. ما هو بالدرهم مبلغ الدفعة الشهرية الواحيدة. دان بنستمرين الشخص اشترى شقة ثمنها اربع الاف اربعمائة وخمسة وسبعون الف وخمسمائة درهم. ثم دفع تصبيق اللي هو خمسة وعشرون الف وخمسمائة درهم. دان فالباقي سيدفعه دفعات شهرية لمدة تمانية عشر شهرا. دان لمعرفة آآ مبلغ الدفعة الشهرية الواحيدة. دان اول حاجة غدين هنوجدوا المبلغ اللي باقي بديمت هات الشخص. اللي هو غدين دفع دفعات شهرية. دان اول حاجة غدين اخدو تمان اشقا. ونقصو منو المبلغ التسبيق. دان غدين غدين اخدو. اربعمائة وخمسة وسبعون الف وخمسمائة ونقصو منها خمسة وعشرون الف وخمسمائة. دان نقوم بانجاز. دان سفر ناقص سفر سفر ناقص سفر سفر. خمسة ناقص خمسة سفر. خمسة ناقص خمسة سفر. سبع ناقص اثنين خمسة. ثم اربعة ناقص سفر اربعة. دان فالباقي هو اربعمائة وخمسون الف درهم. دان نكتب ساوي اربعمائة وخمسون الف درهم. ثم مبلغ الدفعة الشهرية. دان فآه لحساب هذا المبلغ. دان ناخدو آآ المبلغ المتبقي اللي هو اربعمائة وخمسون الف مقسومة على عدد شهور. دان ويا مئة وتمانونة شهر. اذا فخلال مئة وتمانونة شهر الغدي يأدي هاد المبلغ على شكل دفعات. دان فقد نحددو دفعات الشهر الواحد. نرغل ناخدو هاد المبلغ نقسمو على مئة وتمانون. لدينا المقسم عليه بثلاث ارقام. اذا غدي ناخدو ثلاث ارقام. وهي اربعمائة وخمسون. اذا كم فيها من مئة وتمانون فيها اتنان. اتنان مضربة في سفر سفر. اتنان مضربة في تمانية ستة عشر. اكتب ستة واحتفظ بواحد. اتنان مضربة في واحد اتنان زائد واحد ثلاثة. دان سفر ناقص سفر السفر. خمسة عشر ناقص ستة. تسعة ثم نرجع سلاف. اربعة ناقص اربعة السفر. ثم منزل السفر. تسعمائة كم فيها من مئة وتمانون? فيها خمسة. دان خمسة مضربة في السفر. سفر خمسة مضربة في تمانية. اربعون. اضع سفر واحتفظ باربعة. ثم خمسة مضربة في واحد خمسة. زائد اربعة تسعة. دان تسعمائة ناقص سمائة. ثم ننزل سفر. سفر كم في مئة وتمانون فيه سفر. بقي السفر. سفر كم في مئة وتمانون فيه سفر. دان فحصلنا على الخارج. هذه القسمة وهو الفان وخمسمائة. اي هذا هو مبلغ الدفعة الشهرية. دان نكتب خارج القسمة وهو الفان وخمسمائة اي الفان وخمسمائة درهم. دان فالنسبة الدفعات ستدفع شهريا اي خلال اه مئة وتمانون شهر. كل شهر غد يدفع هاد شخص مئتين الفان وخمسمائة درهم. اتعلي دهة لايكونا أبوث فلسلت ثم أجل ثم أجل ثم أجل لقوشات من المعارفة ثم ثم أجل ثم أجل أجل كالكي فلسلت ثم أجل ثم أجل نتعلم بإعادة ثم أجل تحتم الآن إسراء ثم ثم إتمام هذا الجملة وهي 684 مقصومة على 32 خارج خارج قسمة هذا العدد على 32 هو ثم الباقي هو ثم المطلوب هو حساب الخارج العشري لقسمة العدد 684 على 32 دن جزوات العملية دن 684 وثمانون نقصهم على 32 دن نقص كم فيها من 32 دن فيها 2 ثم مضربة في 2 4 ثم 2 مضربة في 3 6 ثم 8 ناقص 4 6 ناقص 6 0 4 ثم 4 و4 كم فيها من 32 فيها 1 1 مضربة في 2 1 نضرب 3 ثلاثة ثلاثة ثم هملية الطرح 4 ناقص 2 2 4 ناقص ثلاثة 1 1 لنقص نسبة لوكوسيون 21 ونقص الوغز ايقال 12 ناقص نكتبو 12 لنقص الآن لنقص الخارج 12 والباقي هو 12 ثم بالنسبة لوكوسيون ديسيمال دولار ديفيزيون وغادي نكمل العملية دان غادي نوضع الفاصلة ونضيف الصفر دان مئة واشون كم فيها من 32 فيها 3 3 مضربة في 2 6 كتب 6 3 مضربة في 3 9 دان عشرة ناقص 6 ساوي أربعة نرجع سلاف 12 ناقص عشرة ساوي اتنان نرجع السلاف واحد ناقص واحد السافر ثم نضيف الصفر مئتان واربعون كم فيها من اتنين وثلاثون فيها سبعة نن سبعة مضربة في اتنين اربعة عشر اكتب اربعة واحتفظ بواحد سبعة مضربة في تلاتة واحد وعشرون زائد واحد اتنين وعشرون ثم عشرة ناقص اربعة ستة رجع السلاف اربعة ناقص تلاتة واحد واثنين ناقص اتنين سافر ثم نضيف سافر ثم مئة وستون كم فيها من اتنين وثلاثون فيها خمسة من الخمسة مضربة في اتنين عشرة صفر واحتفظ بواحد ثم خمسة مضربة في تلاتة خمسة عشر زائد واحد ستة ستة عشر افعن ادن مئة وستون ناقص مئة وستون بتساوي الصفر ادن ف الخارج العشري للقسمة العداء ستمائة واربعة وثبان واثنين وثلاثون هي واحد نوع اشون فاصلة تلاتة مئة وخمسة وسبعون ناقص 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 ثم نمر التمرين رقم عشرة الف اقرأ الوضعية واتوقع جميع الاخطاء التي يمكن ان يقع فيها المتعلم اخر اثناء حلها ارادت اسرة شراء معدات منزلية بمبلغ دسعة آلاف وثمانمائة درهم دفعت ما قدره ثلاث آلاف وخمسمائة درهم كتصبيق والباقي على شكل دفعات شهرية اذا علمت ان الاسرة اذا علمت ان للاسرة الحق في ان تختار مدة الدفعات الشهرية اما اثناء عشر شهرا او اربعة وشرون شهرا او ستة وتلاتون شهرا احسب مبلغ كل دفعة شهرية في كل حالة باجيب عن الاسئلات الوضعية اشترت معدات منزلية بمبلغ تسعة آلاف ثمانمائة درهم دفعت كتصبيق المبلغ ثلاث آلاف وخمسمائة درهم دنفع الباقي ستدفعه دفعات شهرية دنفع للاسرة الحق في ان تختار اما ان تؤدي هذه الدفعات خلال اثناء عشر شهرا او خلال اربعة وشرون شهرا او ستة وتلاتون شهرا دنفع المطلوب منه هو اذا اختارت اثناء عشر شهرا نجد ما هو المبلغ ستؤدي شهريا او اذا اختارت ان تؤدي خلال اربعة وعشرون شهرا المبلغ لدي ستؤدي خلال كل شهر بالنسبة لهذه المدة اذا سننحسبوه كذلك سننحسبو المدة اذا اختارت مدة ستة وتلاتون شهرا دنفع خلال هذa المدة المبلغ اللي تدفع شهريا كذلك سننحسبوه دن قبل ما نحسبه هالدفعات. اه اولا نحسبه المبلغ الذي ستؤدي الاسرة كدفعات شهرية. اي المبلغ المتبقي في دمتها. فهذا المبلغ هو المبلغ المعدد ناقص المبلغ او الدفعة التي ادتها الاسرة كتصبيق. دعنا نكتب المبلغ الذي الذي ستؤدي الاسرة كدفعات شهريا. هو ننقلنا المبلغ. اي مبلغ المعدد لهو آآ تسعة آلاف وتمان ومائة ناقص المبلغ المسبق لهو تلات آلاف وخمسمائة. دان نجلس العملية. دان سفر ناقص سفر سفر ناقص سفر سفر تمانية ناقص خمسة تلاتة تلاتة ناقص تسعة ستة. دان فالمبلغ هو آآ ستة آلاف وتلاتة مائة درهم. درهم. ثم نحسبه المبلغ المبلغ الدفعة الشهرية خلال اتنى عشر شهرا. دان فخلال اتنى عشر شهرا. آآ ناخد المبلغ المتبقي اللي هو آآ ستة آلاف وتلاتة مائة قسمه على عدد الشهور اللي هي اتنى عشر شهرا. دان نجزو كذلك هذه العملية. دان مقصوم على اتنى عشر. دان ستة آلاف وتلاتة مائة كمفية من اتنى عشر. دان ثلاثة وستون كمفية من اتنى عشر. فيها خمسة. خمسة مضربة في اتنان عشرة. دان اضع سفر واحتفظ بواحد. خمسة مضربة في واحد. خمسة زائد واحد. ستة. دان تلاتة وستون ناقص ستون. تلاتة ناقص سفر. تلاتة. ستة ناقص ستة. سفر. وننزل سفر. ثم تلاتون كمفية من اتنى عشر. فيها اتنان. اتنان مضربة في اتنان اربعة. واثنان مضربة في واحد. اتنان. عشرة ناقص اربعة. ستة نرجع سلف. تلاتة ناقص. آآ تلاتة صفر. ثم ننزل الصفر. دان ستون كم فيها من اتنى عشر. دان فيها خمسة. خمسة مضربة في اتنان عشرة. اكتب الصفر واحتفظ بواحد. ثم خمسة مضربة في واحد. خمسة. زائد واحد. ستة. دان ستون ناقص ستون. ساوي الصفر. دان فالمبلغ هو خمسة آلا. خمسمائة وخمسة وعشرون درهم. دان خمسمائة وخمسة وعشرون درهما. دان هذا المبلغ ستؤدي شهريا. اذا اختارت ان تؤدي الباقي الدفعات خلال اتنى عشرة شهرا. ثم بنسبة مبلغ الدفعة الشهرية خلال اربعة وعشرون شهرا. من نفس الشيء. دان غل ناخده مبلغ الذي ستؤدي الاسرة كدفعة شهرية اللي هو ستة آلاف وثلاثمائة ونقسمه على عدد شهور هي اربعة وعشرون شهرا. دان نجزل العملية. دان ناخده ستة آلاف ثلاثمائة مقسمة على اربعة وعشرون. دان ناخده تلاتة والستون كم فيها من اربعة وعشرون. دان فيها اتنان اتنان مضربة في اربعة ساوي تمانية اكتب تمانية. اتنان مضربة في اتنان اربعة. دان تلاتة عشر ناقص تمانية ساوي خمسة. نرجع السلاف. ستة ناقص خمسة واحد. ثم ننزل الصفر. دان مئة او خمسون كم فيها اربعة وعشرون فيها ستة. ستة مضربة في اه اربعة وتساوي اربعة وعشرون. نكتب اربعة واحتفظ باثنان. ثم ستة مضربة في اتنان اتنى عشر زائد اتنان اربعة عشر. ثم هشرة ناقص اربعة ستة. نرجع السلاف. خمسة ناقص خمسة. آآ سفر. ثم واحد ناقص واحد. سفر. ثم ننزل. آخر سفر. دان ستون كم فيها من اربعة وعشرون. ننفيها اتنان. اتنان مضربة في اربعة تمانية. اتنان مضربة في اتنان اربعة. دان. خشرة ناقص تمانية تاوي اتنان. نرجع السلاف. ستة ناقص خمسة واحد. ثم نضيف السفر. نوضع الفاصلة. مئة وعشرون كم فيها من اربعة وعشرون. ننفيها خمسة. خمسة مضربة في اربعة عشرون. اضع السفر واحتفظ باثنان. خمسة مضربة في اتنان عشرة زائد اتنان اتنى عشر. دان مئة وعشرون ناقص مئة وعشرون تاوي السفر. دان فالمبلغ هو مئتان واثنان وستون فاصلة خمسة درهم. ثم بالنسبة للدفعة الشهرية خلالها ستة وتلاتون شهرا. دان نشيء ستة الاف وتلاتمائة لهو مبلغ الدفعات مقصوم على ستة وتلاتون شهرا. دان ستة الف وتلاتمائة مقصوم على ستة وتلاتون. تلاتة وستون كم فيها من ستة وتلاتون فيها واحد واحد مضربة في ستة ستة واحد مضربة في تلاتة ثلاثة. ثم تلاتة عشر ناقص ستة سوي سبعة. نرجع السلف. ستة ناقص اربعة اتنان. ثم ننزل الصفر مئتان وسبعون كم فيها من ستة وتلاتون. فيها السبعة. دان سبعة مضربة في ستة سوي اتنان واربعون. اكتب اتنان واحتفظ باربعة. سبعة مضربة في تلاتة واحد وعشرون زائد اربعة خمسة وعشرون. ثم مئة وثمانون كم فيها من ستة وتلاتون. ننفيها خمسة خمسة مضربة في ستة تلاتون. وضع السفر واحتفظ بثلاثة خمسة ومضربة في تلاتة خمسة عشر زائد تلاتة تمانية عشر. دان مئة وتمانون نقص مئة وتمانون ساوي صفر. والمبلغ هو مئة وخمسة وسبعون درهم. اشتركوا في القناة